اشتركوا في القناة شكراً لاستضافتكم في هذا العدد الأول مرحباً بك سيد الوزير المجلس الوزراء الأخير المتوج لسنة 2016 حدد أولويات قطاعات بذاتها لكونها ركائز للنموذج النمو المرتقب في أفاق 2019 من بين هذه القطاعات قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال وأكد المجلس حتمية مراجعة المنظومة القانونية ما الذي يفترض مراجعته بأي تأليات؟ أجل بالفعل في مجلس الوزراء الأخير كانت تأكيد على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهذا ليس فقط لأنه هو قطاع هام وحساس ولكن كذلك لأنه قطاع أفقية له إسقاطات على كل القطاعات الأخرى اليوم الجزائر هي أمام تحدي اقتصادي لكل دول العالم تعيشه ولكن نحن بشكل خاص من أجل انهيار بسبب انهيار أسعار المحلوقات تطوير الاقتصاد في الجزائر تطوير كل المجالات الاقتصادية الصناعية أو الفلاحية تطوير قطاع التربية كذلك كل المجالات يعتمد أساسا على التمكن من تكنولوجيات الإعلام والاتصال ولهذا القطاع عنده أهمية كثيرة لأنه يخلق الثروة يخلق القيمة المضافة ولكن كذلك يساند تطور القطاعات الاقتصادية الأخرى وتطور المجتمع الجزائري كذلك ولهذا أكد مجلس الوزراء وأكد فخامة الرئيس على أن المنظومة القانونية للقطاع لابد أنها لم تحيينتش منذ سنة 2000 يعني منذ 16 سنة لابد أن نقوم بتحيينها ونقوم بتجديد بعض البنود التي لازم أنها تساير تطورات التكنولوجية وكذلك تساير تقارب التكنولوجي لجعل من تكنولوجيات الإعلام والاتصال قريبة جدا من مجالات أخرى حيوية جدا طبعا من أهم ما تم التأكيد عليه أيضا هو قانون البريد والاتصالات الحالي هذا يعني كان نتاج إصلاحات كثيرة كما قلت سيدة الوزيرة منذ 2000 ولكن هو أنهى الاحتكار حقيقة احتكار الدولة عن نشاطات هذا القطاع ولكن فتح رأس المال لحد الآن هو كان شمل اتصالات الجزائر لكن اليوم تركزون أنتم عن المناولة وتقولون بأنه لا خوصص لقطاع البريد يعني ما الذي سيدرج من إصلاحات على البريد حتى يساير القطاع الآخر بالفعل والله أختي بريزة شوف تعديلات الدستور الأخيرة من بين ما جاءت به هو منع الاحتكار اليوم الأنترنت الثابت في الجزائر محتكر من طرف تصالات الجزائر لهو ما هو شيء سيء بحد ذاته لأنه كل دول العالم المتقدمة منها أو نامية كلها فاتت على مرحلة ولما يكون الأنترنت الثابت أو حتى النقال حكر على مؤسسة وطنية مؤسسة ملك الدولة لكن اليوم بما أنه حتى الدستور يمنع الاحتكار لابد أنه نجد صفة من أجل فتح المجال والمنافسة التجارية هي الوحيدة اللي ممكن توصل الجزائر إلى أنه أسعار الأنترنت الثابت يكون تنخفض المنافسة التجارية دائما هي الأساس في المجال الاقتصادي والتجاري لكن لا بد أن نفهم ماذا يعني بالتحديد البند الجديد اللي جاء بهذا القانون بالنسبة للمجال الاتصالات في الواقع القانون يأتي باقتراح فتح الحلقة المحلية يعني فتح الكيلومتر الأخير للمناولة مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة أو العمومية يعني اليوم في نفس القانون يكرس سيادة الدولة على البنية التحتية للاتصالات يعني شبكة الألياف البصرية ما بين الولايات الكوابل البحرية كل البنية التحتية سيادة الدولة الجزائرية مكرسة في مشروع القانون هذا لكن يبقى الكيلومتر الأخير يعني لهما بين جهاز الأمسان والمواطن يعني الزبون ممكن أنه يفتح ليس للخوصصة ولكن للمناولة يبقى دائما ملك اتصالات الجزائر لكن سيكون فيها دفات الشروط اللي يقوم بها اتصالات الجزائر بالتعاون مع سلطة الضرب اللي يتمكن المؤسسات وخاصة ندعو المؤسسات المصغرة إن شاء الله بعد المصادقة على القانون أنها تستعمل هذا الكيلومتر الآخر من أجل توفير خدمة الانترنت الثابت ولكن في نفس الوقت بما أنها ممكن تكون مؤسسات مبتكرة تقدم المحتوى يعني للمواطن يمكن يكون زبون عند اتصالات الجزائر كما يمكن أن يكون زبون عند مؤسسة أخرى اللي هي يعني تأخذ تدفق من اتصالات الجزائر وتبيعه للمواطن بنفس الوقت وتبيع له المحتوى هذه هي النموذج الاقتصادي اللي يمشون عليه المتعاملين التاريخيين في كل الدول المتطورة وليفتحة المجال لخلق المحتوى فتحة المجال للمؤسسات المبتكرة وكذلك للتنافس التجاري لأنه اليوم بالفعل كل المواطنين يدعوا إلى خفز سعر الانترنت ولكن لما يكون فيه احتكار خفز السعر يكون شيء صعب جدا لأن المؤسسة ما يمكنها تدخل يعني في يكون عندها يعني تستعيد ما تستثمره المنافسة فقط هي اللي ممكن أنها تحقق هذا الشيء أما بالنسبة للقطاع البريد فالأمر مختلف تماما قطاع البريد فيه شقين فيه الجزء اللي لا بد أنه يبقى تحت سيادة الدولة يعني ملك لبريد الجزائر فقط وفيه البريد السريع اللي منذ سنة 2000 المجال المنافسة مفتوح فيه لمتعاملين حتى أنه كان متعاملين خواص جزائريين وأجانب ينشطوا في هذا المجال القانون في مجال البريد جاب يعني تعديلات خفيفة من أجل التقارب كذلك التكنولوجي لأنه كما نشوف اليوم البريد الإلكتروني صار يطغى بريد الجزائر اليوم رهي ماشية نحو العصر هنا ولا بد أنه يكون بعض سن بعض القوانين اللي تفتح المجال لبريد الجزائر حتى هي كذلك تدخل مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال يعني من بين يعني المشاكل يعني البريد الجزائر نبقى فيه يعني يعني يعاني عدة إشكاليات سيدة الوزيرة لافت يعني في الكم الكثير من هذه الإشكاليات تلك المرتبطة بإعاقة التجارة وتأخير المعاملات التجارية وألا تعتقدين بأنه آن الأوان للإصلاح في هذا الجانب على وجه الخصوص والله بريد الجزائر باش نتكلمه بصراحة منذ سنوات عديدة هو يعيش مشاكل كبيرة لأنه بريد الجزائر هي مؤسسة اقتصادية وتجارية لكنه في نفس الوقت مؤسسة تقدم خدمة عمومية وبالتالي الخدمة التي تقدمها بريد الجزائر في جلها مجانية لذلك عائدات بريد الجزائر والطريقة التي كانت تسير بها مؤسسة بريد الجزائر التي كانت طريقة إدارية أكثر منها تجارية جعلتها في وضعية متدهورة جدا لأنه لعدة سنوات أكثر من خمس سنوات كان الناتج الخام في نهاية السنة سلبي يعني لما كانت إعانة الدولة سنويا كانت بريد الجزائر ستفلس لكن والحمد لله بفضل تغيير طريقة التسير بفضل الطاقم الذي نشكرهم كثير الذي صهر على إصلاحات جذرية في بريد الجزائر سنة 2015 خلصتها بريد الجزائر بسبع ملايير دينار كناتج خام سنة 2016 نعطيكم الرقم تقريبا لأنه ما زال رنعادة في الحصيلة في إعداد الحصيلة يقارب ثمن ملايير دينار كذلك الحمد لله بريد الجزائر اليوم تعدات مرحلة الإفلاس لا نقدرش نتكلم عنها لأنه جوزت الأزمة نهائيا وفي نفس الوقت بريد الجزائر خلال سنة 2016 حقّت خطوات عملاقة فيما يخص العصرنا بالفعل كانوا حسابات أرصدت الجزائريين كانوا في خطر كانوا في نظام معلوماتي قديم جدا الأجهزة التي كانت مستعملة قديمة حتى صيانتها صارت صعبة النظام المعلوماتي المستعمل كان قديم جدا لكن الحمد لله اليوم في شهر أكتوبر الماضي كانوا قاموا بتحويل كل أرصدت الجزائريين من النظام القديم نحو نظام جديد يضمن له الحماية والسلامة مئة بالمئة اليوم ما كان حتى خطر على أرصدته على أموال الجزائريين وبهذا المناسبة نوجه تحية خاصة المجموعة من الشباب رهم يعاملوا اليوم في بريد الجزائر مجموعة من المهندسين في الإعلام الآلي لهما أشرفوا على إعداد منظومة معلوماتية جديدة يعني فخر كبير لما نشوفوهم ونتمنى أنكم تشوحوا المديرية العامة بريد الجزائر وتتلقاوا معهم فخر كبير لأنهم شباب متخرجين من جامعات جزائرية عملوا لمدة ست أشهر وكانوا هما صهروا حتى التجهيزات التي استوردتها بريد الجزائر حتى تعوض التجهيزات القديمة التي كانت عندها هذا الفريق من الشباب الجزائري هم الذين قاموا بإعدادها هم الذين قاموا بإنستلاعاتها لم تستعملوا ولا خبرة أجنبية اليوم بريد الجزائر تعدات الأزمة وكل حسابات الجزائري المؤمنة وكذلك قامت بإطلاق الدفع الإلكتروني الدفع الإلكتروني الذي نأكد أنه مختلف على التجارة الإلكترونية الدفع الإلكتروني هي إمكانية استعمال بطاقة الدفع ورقم بطاقة الدفع عبر الأنترنت أو عبر أجهزة الدفع عن بعد يعني لتبيو لترمينودبر pouvي موائلكترونيك استعمالها من أجل استعمال أموال رصيد المواطن رصيد الزابون وهو في بريد الجزائر أما التجارة الإلكترونية فهذا شق ثاني هو استعمال هذه الإمكانية التكنولوجية من أجل الشراء عبر الأنترنت هذا شيء شق آخر ما هوش يخص بريد الجزائر يخص مجال القانون لأنه قانون تجارة الإلكترونية ما زالوا قيد الدراسة على مستوى مجلس الحكومة وبإذن الله خلال هذه السنة القادمة رح نتقدم فيه أما الدفع الإلكتروني فريد الجزائر ولكن كذلك لا ننسوا الشق البنكي كلهم قاموا بالتعديلات والتطوير المناسب حتى يكون اليوم حقيقة بالفعل ما زال بقي شوطة كبيرة نتمنى أن التجار في الجزائر يمشيوا معنا هو أن كل تاجر لابد يكون عنده جهاز الدفع لأنه إذا كان المواطن عنده بطاقة الدفع ولما يمشي للمحل حتى يقتني مشترياته ما يوجدش التاجر عنده الجهاز ما يصنحل حتى لشي نحن نتمنى أنهم كلهم بريد الجزائر راهي اليوم تقتني نظن خمسالاف أو ستالاف جهاز كدفعة أولى مجمع البنوك الجزائر لساتيم كذلك عندها نظن بضعة آلاف من التجهيزات حتى نبدأ الخطوة الأولى من أجل تعميمها في المتاجر ورح تكون خطوات أخرى بإذن الله مثل حقش نهاية سنة 2017 حتى يولي الدفع الإلكتروني بالنسبة لكل زبائن بريد الجزائر وزبائن البنوك أما التجارة الإلكترونية ففي مرحلة ثانية بعدما يكون تأطير قانوني حتى يضمن حقوق المواطن لما يقوم بمشترياته عبر الأنترنت لأن حقوق المستهلك مهمة جدا سعيد طبال عن تليفزيون معالي الوزيرة العودة فقط إلى مسألة خوصصة مؤسسة اتصالات الجزائر هل هناك تواريخ تقريبية بالنسبة للخوصصة ليتم فتح رأس مال لمؤسسة اتصالات الجزائر أو سؤال الثاني الشيق الثاني من السؤال هل سيتم فتح رأس المال للمؤسسات الوطنية المحلية أم لدول خارج الجزائر على غرار تمال حديث في 2015 شركة أورانج وأسفار التي تريد الاستثمار هنا في الجزائر والله الحمد لله المناخ التجاري في الجزائر منتعش جدا رغم الأزمة ولذلك كل المتعاملين جل المتعاملين الأجنبيين يتمنوا أنهم يدخلوا للسوق الجزائرية لكن في الواقع لم يكن لحد اليوم أبداً أي تفكير في فتح رأس المال لا لاتصالات الجزائر ولا لأي فرع من فروعها لا موبيليس ولا أي آخر فتح رأس المال غير وارد بتاتا ربما كان فيه سوء فهم لما تكلمنا عن فتح الحلقة المحلية يعني الكيلومتر الآخر للمناولة الناس فهمت أننا نتكلموا على خوصصات اتصالات الجزائر ما كان حتى داعي لفتح رأس مال اتصالات الجزائر الحمد لله بالفعل كائن مشاكل كثيرة ربما سنتحدثوا عليها بالتفصيل خلال هذا الفورو كائن مشاكل كبيرة ولكن كائن مجهودات كثيرة أيضاً التي تبدل اليوم يجب أن نرى الجزء المملوء من الكأس في نفس الوقت مع الجزء الفارغ ولكن نقدر أن أكد لك أنه رغم كل المبادرات من متعاملين أجانب من مختلف الدول لجول الجزائر وتحتهم معنا وتحتهم مع اتصالات الجزائر مع موبيليس ويعني حاولوا يناقشوا إمكانية الدخول في رأس المال لكن فتح رأس مال لمتعاملين وطنيين أو أجانب غير وارد بتاتا لا في 2016 ولا في 2017 موسى خيدر عن القناة الثانية مصد خير مع الوزير كنتم قد أعلنتم سابقاً عن إطلاق قمر صناعي جديد فيما يخص تغطية مناطق الجنوب الكبير التي لا يفرض على المتعامل الاقتصاديين الاقتصاديين أو المتعاملين لتغطيتها مع الوزيرة إلى أين وصل هذا المشروع بالفعل الوكالة الفضائية الجزائرية نظر قامت بإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لحد اليوم لكنها أقمار التي تقوم بالتقاط صور من أجل المناخ من أجل دراسة الأرض من أقمار صناعية للبحث العلمي كذلك لكن مشروعها المحوري مشروعها الكبير هو إطلاق قمر صناعي من أجل الاتصالات حسب مستوى تقدم المشروع مع نهاية السوداسي الأول أو على أقصى تقدير بداية السوداسي الثاني إلى 2017 يتم إطلاق هذا القمر الصناعي لنتمنى أن يدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2017 هو لا يغطي فقط الجنوب الجزائري لكن يغطي كل القطر الجزائري بفضل هذا القمر الصناعي اليوم نظن أنه نقدر نفكر بجدية من أجل تأمين كل شبكة الاتصالات لأنه بالفعل التدفق عبر الألياف البصرية لا يمكننا أن نتخلوا عليه ونمشيوا للأنترنت عبر الساطل التي هي ثمنها أكبر ولكن في حالة انقطاع الكابل في حالة إما محليا أو دوليا القمر الصناعي يمكن يعوضوا لمدة الانقطاع التي يمكن أن تكون ساعات أو أيام يعني نأمنوا تماما شبكة ولكن في نفس الوقت مع تأمين شبكة على مستوى كل التراب الوطني نقوم بتوفير الخدمة في المناطق المعزولة لأنه نعطيكم رقم فقط كيلومتر واحد من الألياف البصرية يعادل مليون دينار من أجل بسطو لما نشوف مثلا مجمع سكني فيه أقل من ألف ساكن ويبعد عن مقر الولاية بألفين أو تلتالاف كيلومتر أو حتى مئتين أو تلتميات كيلومتر توصيله بالألياف البصرية هو استثمار كبير جدا ولذلك المتعاملين من الناحية التجارية لأنه لا يكون فيه فائدة من توصيله بالقمر الصناعي نقدر نغطيه هذا السنة باستعمال صندوق الخدمة الشمولية بالتعاون مع سلطة الضبط قمنا بإطلاق بعض المشاريع الرائدة حتى نغطي 96 منطقة في الهضاب العليا والجنوب الكبير اللي ما يغطيهاش أي متعامل من متعامل الأربعة سواء الثابت أو النقال ولكن نظن أنه من أجل أكبر أكثر نجاعة رح يغطوا كل سنتيمتر مربع من القطر الجزائري مع إطلاق القمر الصناعي إن شاء الله نحن ثقتنا كبيرة في شبابنا اللي رهم في الوكالة الفضائية الجزائرية لنحييهم على كل المجهودة اللي رهم يقوموا بها وخلال سنة 2017 رح نشوف القمر الصناعي لاتصالات الجزائري يقدم خدمة تعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري على المواطنين الجزائري عائشة سيدالي عن القناة الدولية ربما معالي الوزيرة نبقى في نفس الإطار في إحدى الندوات الدولية في سويسرا بجوناف يعني كنتم قد طرحتم مشروع الجزائر فيما يخص إنجاز خط للألياف البصرية عابر للصحراء نيجر نيجيريا وأتشاد إلى أين وصل هذا المشروع معالي الوزيرة بالفعل للذاكرة فقط مشروع الجزائر أبوجا يعني من الجزائر إلى نيجيريا ويعبر نيجر مالي وأتشاد كان مشروع فخامة رئيس الجمهورية من أجل توصيل الانترنت للدول الإفريقية اللي معزولة ما عندهاش حدود بحرية ما عندهاش كواب البحرية هدفه كان توصيل الانترنت لشعوب الدول الإفريقية هذه المعزولة البرنامج بدأ في 2003 الجزائر قامت بإنجاز خطها من الجزائر العاصمة إلى عينقزام واللي هو موصل بالكابل البحري للجزائر إلى بالما ولكن للأسف مع أنه نيجيريا قامت أيضا بإنجاز جزء بعض الدول الإفريقية خاصة تشاد ونيجير اللي ما تقدموش كثير في إنجاز الخاص بهم لكن خلال سنة 2016 كنا في محادثات مع البنك الإفريقي للتنمية حصلنا منه على أنه يمول في إطار مهمته الأساسية لتنمية الإفريقية يمول الجزء اللي هو في التشاد وجزء اللي هو في النيجير وعلى حساب المعلومات اللي جاتنا من بنك التنمية الإفريقية في شهر ديسمبر الماضي قاموا بأول خطوة من أجل إطلاق مشاريع إنجاز هذا الخط بقي كذلك في شهر أوت الماضي دولة مالي الشقيقة انضمت للمشروع يعني ما رحش يبقى فقط الجزائر نيجر تشاد نيجيريا حتى يكون في حلقة كذلك في دولة مالي على أقصى تقدير بما أنه مشروع إفريقي ما وش الجزائر ما نقدرش نعطي لك تواريخ ولكن على أقصى تقدير نهاية 2017 يكون هذا الأجزاء تم إنجازها ويقدر في نفس الوقت الجزائر تكون أتمت مشروع وهران فالنسيا والجزائر فالنسيا حتى نقدم تدفق أكبر ونقدر أن نساعدوا هذه الدول من ناحية الإنسانية لأنه مهم جدا تنمية الإفريقية لأنها دول بحكم أن هذه المنطقة وما تشهده من ظروف أمنية ودور الجزائر المحوري خاصة في منطقة الساحل ربما يفرض أهمية هذا المشروع بالتأكيد أول خطوة من أجل الاستقرار والأمان في منطقة هي التنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية تمر على توفير تعليم توفير الصحة توفير المرافق توفير الرفاهية لشعوبنا الإفريقية وبهذا إذا كان الجزائر يعني حتى يكون عندها دور الرائد اللي دائما كان عندها في إفريقيا لابد أنها تعمل على توصيل التكنولوجيات الحديثة لهذه الشعوب الحمد لله الجزائر كان دائما تسعى مع الدول الإفريقية إلى التنمية وليس فقط الفائدة بالفعل كاين الشق الاقتصادي لأنه لما الجزائر تروح لإفريقيا وتقدم خدمات الأنترنت كاين نجاعة اقتصادية تعود على الجزائر بفوائد ولكن نظرتنا ونظرت فخام رئيس الجمهورية هي أن الجانب الإنساني أولا وقبل كل شيء لأن استقرار الجزائر ونمو الجزائر من استقرار إفريقيا ونمو إفريقيا نتمنى أن الوضع الأمني في بعض المناطق الحدودية في هذه الدول يسمح للمشروع الألياف البصرية بأنه ينجز خلال سنة 2017 ونبدأ في هذا المشروع الكبير وهو ربما مشروع القرن بالنسبة لإفريقيا إفريقيا لليوم للأسف ستأخر بالنسبة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لكن الجزائر لن تتخلى أبدا عن دورها الرائد من أجل قيادة إفريقيا قيادة مشروع حكمة الأنترنت في إفريقيا بإذن الله نسير في هذا الاتجاه السيدة الوزيرة نطالما أن الجزائر الآن تراهن على التصدير هل سيكون قطع الخدمات في تكنولوجيا مصدر مدير للثروة وأن ننجح في التصدير والله نعطيكم بهذا المناسبة أختي باريزة معلومة ربما حصريا في القناة الأولى هو أنه يوم الجمعة والسبت الماضيين كان فريق من اتصالات الجزائر الفضائية أتيس تنقل إلى دولة مالي الشقيقة وقاموا بعملية تجريبية مع أشقائنا من دولة مالي قاموا باستعمال تجهيزات من اتصالات الجزائر الفضائية في باماكو قمنا بمحادثات عبر الفيزيو كونفيرانس حتى يتأكدوا من تقدرة اتصالات الجزائر على توفير خدمات الانترنت الفضائية في مالي واليوم نحن بصدد استكمال اتفاقية بين الجزائر ومالي من أجل تسويق خدمات الانترنت الفضائية في مالي خلال سنة 2017 نتمنى انه في شهر فيفريل المقبل رح نمضي على اتفاقية بيننا اتفاقية اولا وقبل كل شيء الغرض منها هي مساعدة اشقائنا في مالي على الحصول على الانترنت وديمقراطية الانترنت في كل القطر المالي لانه باستعمال تكنولوجيا الفضائية ممكن نغطو كل صحراء مالي الكبيرة مثل صحراء جنوبنا الجزائري في نفس الوقت ولكن كذلك عندها شق اتصادي وشق تجاري لانها رح تدر بفوائد على مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية وهذه خطوة اولى نتمنى انه اشقائنا في مالي تكون تجربة اولى ولكن نمشي لكل دول مجاورة شقيقة والصديقة بإذن الله ربما يكون عندها شق ديبلوماسي بالتأكيد سعد طبال تفضل في هذا الاطار الجزائر المفروضة الان انها تسرع في الخط فالنسيا وهران وهران الجزائر لانه اذا صدرنا الانترنت سينقص الحجم او التدفق على الجزائر اين هو هذا المشروع هل تم ربط مشروع ربط وهران والجزائر العاصمة بفالنسيا كان من المفروض انه يتم استلامه في الثلاث الاول من سنة 2017 لكن ما ننسوش انه المشروع يخص دولة اجنبية لها دولة اسبانيا حتى نضمن انه يستغل هذا الخط بطريقة ناجعة مئة بالمئة وتعود بالفائدة لانه استثمار من املاك من اموال الدولة استثمار ما يزيد عن 26 مليون ايرو من الخزينة العمومية حتى يكون مئة بالمئة مستثمر من قبل اتصالات الجزائر قمنا بخلق فرع من اتصالات الجزائر في اسبانيا يعني اسمنا اتصالات الجزائر اتصالات الجزائر في اسبانيا حتى تكون هي تطلب اليوم هذا الفرع هو مؤسسة اسبانية يعني الانتصالات الجزائر اسبانيون تحت سيادة الدولة الاسبانية وعدنا علاقات معهم علاقات صداقة علاقات متينة وكانت الشركة هذه قدمت طلبات من اجل تصريحات وضع الانجاز الخط يعني الشقة على الخط الياف البصرية في المياه الاقليمية وفي التراب يعني في الشواطئ الاسبانية هذه التصريحات تأخرت نوعا ما لأنه كما في كل العالم احنا فقط نقول الجزائر في كل العالم الاجراءات الادارية تأخذ وقت ان شاء الله مع نهاية الثلاث الاول من هذا السنة تكون عندنا تكون شركة اتصال الجزائر حصلت على التصريحات ويبدأ انجاز الجزء اللي يدخل في المياه الاقليمية الاسبانية وليوصل حتى الشواطئ الاسبانية الجزء اللي هو في المياه الدولية رهو الآن في هذا الوقت اللي نتكلم فيه الاعمال على قدم موساق الجزء اللي هو في المياه الاقليمية الجزائرية رح يشرح فيه في الاسابيع القادمة وبإذن الله ما هو اكيد هو انه في 2017 نتمنى انه قبل جوان 2017 لكن على اقصى تقدير خلال 2017 يدخل حيز الخدمة في نفس الوقت نتمنى كذلك مع الدول الافريقية رح يكون تأمين للشبكة الوطنية وكذلك تأمين لدور الجزائر بالنسبة لريادتها في القارة الافريقية ان شاء الله سيدة الوزيرة بالنسبة نعود الى الاتصالات اهم الانجازات المحققة في سنة 2016 كانت اطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال كيف تسير وتيرة هذه الخدمة هل فعلا تحقق تطلعات المواطن وربما ما هو اثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالفعل في 2016 ربما بالنسبة المتعاملين للهاتف النقال كان اكبر تحدي رفعه هو الجيل الرابع لانهم في مرحلة ما كانوا يقولوا ان الاستثمارات على الجيل الثالث كبيرة جدا مازال ما انتهناش من بسط الشبكة الجيل الرابع يعني مجاش في وقت الموقف السياسي في الجزائر واضح لا نستمح ان الجزائر تتخلف على الركب التكنولوجي في العالم وننسو ان الفرق بين الجيل الثالث والجيل الرابع من الناحية التكنولوجية صغير جدا الاستثمارات التي قوموا بها المتعاملين لا يوجد كبيرة استيراد التجهيزات لا يوجد حجم كبير نفس الابتياس الهوائي المتعامل الذي يقدم الشبكات على الجيل الثالث هو نفسه الذي يقدم الشبكات على الجيل الرابع ببعض يعني 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 استثمار قليل جدا حتى تفول من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع وفي نفس الوقت سلطة الضبط صهرت على انه دفتر الشروط يفرض على المتعاملين فقط 10% من التغطية يعني في الجيل الثالث 90% يعني كافة المناطق الحضارية والريفية لازم تغطى في كل ولاية لكن بالنسبة للجيل الرابع 10% فقط حتى نسمع المتعاملين أنهم يتنافسوا 10% هو المفروض لكن يقدر يمشوا العشرين ثلاثين حتى بالمئة بالمئة ممكن حتى قيود كذلك الاختلاف بالنسبة للجيل الثالث وأنه مفرضنا لهمش حد أقصى كان حد أدنى يعني كل متعامل عنده عدد من الولايات تراغبه سلطة تضبط أنه يبسط الشبكة من الجيل الرابع سنويا لكن إذا كان يحب يروح الولايات أخرى ممكن كذلك في الجيل الثالث كنا نعطو الحصرية لولاية معينة لمتعامل واحد لكن اليوم ممكن أنه مثلا موبيليس يدير الشبكة في الرزائر العاصمة أو في تبسة أو في وهران أو في قسنطينا والمتعامل الأخين يقوموا ببسط الشبكة في نفس الولاية لم يكن حصرية على متعامل وهذا حتى نشجع المنافسة التجارية حتى نفرض عليهم أنهم ينقصوا الأسعار لأنه ربما وهذا في كل العالم المتعاملين الهاتف النقال هي الشركات التي تحقق أكبر أرباح يعني لمارج بني في سيرتحة كبيرة جدا حتى اليوم عندما يتكلمون الناس يقولون قانون المالية سوف يفرض زيادة في الأسعار نعم في الواقع نحن نستنى أنهم المتعاملين هم الذين يتحملوا زيادة في هذه الفلاتفية لأنه في الواقع ليس زيادة كان فيه خفض من التسعير واليوم رجعنا للتسعير الحقيقية ونظمن أن المتعاملين اليوم ونواجه لهم النداء لابد أنهم هم الذين يتحملوا هذا الفارق وليس الزبون لأن الفوائد التي يحقوا فيها كبيرة جدا ونتمنى أن هذه المنافسة بما أن المواطنين اليوم عندوا الاختيار بين الثلاث متعاملين كلهم عندهم الجيسام عندهم الجيل الثالث وعندهم الجيل الرابع في كل الولايات نظن أنه فتح جديد المنافسة اللي رح يفرض عليهم أنهم يخفضون من الأسعار نتاحهم وما يكون الزبون إن شاء الله ما يشوف حتى زيادة في الأسعار وما رح يكون هناك دور لسلطة الضبط في هذا الاتجاب تأكيد سلطة الضبط ربما كان عندها مشكلة بالنسبة للمناطق الظل اللي لمكنش تقدر تراقبها لأنه كان نقص في التجهيزات اليوم مع الوكالة الوطنية للذبذبات اقتنت تجهيزات ثابتة وتجهيزات متنقلة اللي كنا ربما شفناها في بعض الخارجات الميدانية اللي تقدر تقيس انتشار الشبكة يعني في كل منطقة واليوم مع سلطة الضبط تقوم مثلا في الطريق السيار مثلا في بعض المناطق الحضارية اللي فيها نسبة السكان قليلة تقوم بالقياس نسبة الشبكة كل متعامل وتعطي الأرقام الدقيقة لسلطة الضبط وليتقدر تفرض أتوات تفرض يعني على المتعاملين أنهم يتدفعوا يعني أموال إذا ما قاموش بتحسين بتحسين الشبكة وخلال سنة 2016 في مناطق كبيرة من الوطن ونظر أن المواطنين شافوها كان تحسين وتكثيف شبكة المتعامل النقال وخلال سنة 2017 سنكمل على نفس الوتيرة بإذن الله عائشة سيداني معلي الوزيرة ربما نعود قليلا إلى قطاع البريد يعني في الأوينة الأخيرة أو سنوات الأخيرة فعلا خفت حدة الطوابير داخل المراكز البريد فيه تحسن فيه الأجهزة تعد دفع السحب الإلكتروني عن طريق البطاقة الإلكترونية ولكن يعني هذه الأجهزة ربما في بعض الأحيان وفي غالب المناطق يعني وإما تكون معطلة في أحيان كثيرة أو تكون خالية من السيول المالية ما تكونش فيها أموال وهذا يخلق ربما متائب خاصة في عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للمواطنين وأيضا فيها عدد كبير حسب الإحصائيات أنه عدد كبير من المواطنين ما زالوا يعتمدوا على الشاك عواض البطاقة الإلكترونية في حتى لم يسحبوا البطاقة الإلكترونية التحهم لحد الآن أو يستعملوا أو ضيعوا الرقم السري إلى غير ذلك يعني ما بالك لما تكلموا على الدفع الإلكتروني إلى غير ذلك بالفعل شف شبكة موزعات الآلية لبريد الجزائر كانت في بداية انتشارها تعتمد على اقتناء تجهيزات من شركات مختلفة كانت توصل بطريقة نعمة عشوائية بدون خدمة تلصيانة بالعلاقة مع الشركة الموردة ولذلك وصلنا إلى ما يزيد على 300 موزع آلي في حالة يعني يرثى لها اليوم في بريد الجزائر بعد كما قلت لك منذ قليل مع الفريق الجديد الفريق الشباب في بريد الجزائر لأشرف على عملية عصرنة النظام الآلي لبريد الجزائر قمنا بشيئين سنين أولا خلال سنة 2016 مؤسسة بريد الجزائر شرات 600 موزع آلي جديد واللي نظن 500 أو 550 منها تم يعني تثبيتها والباقي رافي قيد التثبيت وخلال سنة 2017 برمجة 440 جهاز جديد لكن الأجهزة القديمة اللي ما زالها حيز الخدمة توصيلها مع الشبكة الجديدة غير ممكن لأنها فيها نظام المعلومات للداخل في هذه الأجهزة قديم لهذا تم توصيلها فقط على نظام المراقبة عن بعد اليوم لو كانتم شيروا للمديرية العامة لبريد الجزائر في باب الزوار عندهم قاعة للمراقبة عن بعد المراقبة التي ترى في كل مرة يكون جهاز خارج الخدمة يشعل مصباح أحمر ويمكن يتصل بمكتب البارد القريب ويطلب من المشرف على مكتب البارد أنه يتنقل ويشوف هل ترى كان عطب يصلحوا هل ترى كان نقص في السيولة هل ترى رهم كسر ما هو المشكلة هل ترى كان بعض الأعطاب اللي ممكن يصلحها تماما أو ممكن يطلب من فريق الصيانة حتى يجي ربما وني متأكد أن الزبائن بريد الجزائر لاحظوا أنه خلال سنة 2016 هذه المشاكل نقصت ربما ب60 أو حتى 70% أنا نقدر للأسف ما يقدر ش يكون بين العشية الموضوحة العصرانات تأخذ وقت لأنه فيه استثمار لأنه فيه اقتناء تجهيزات من خارج فيه يعني تكوين المصلحين لأنه لما نروح مثلا الولاية من ولايات داخل الجزائر لما نقتني جهاز جديد لابد على الأقل شهر أو شهرين تكون فيه دوارات تدريبية حتى يكون عندنا الفريق يقوم بالصيانة في الولاية في سنة 2015 كانوا لما مثلا جهاز آلي يتعطل في ولاية تبسة يتصلوا بالجزائر العاصمة حتى يطلبوا المصلح يجيهم ربما هو راه في قسنطين ولا في وهران ولا في بشار حتى يرجع العاصمة ثم يتنقل من لذلك كان التصليح يأخذ أسابيع كبيرة اليوم وصلنا إلى ثلاث أو أربعة أيام لكن عامة في معظم الأحيان لا يتجاوز 24 ساعة نظن مع الشبكة الجديدة ومع الأجهزة الجديدة التي تقوم بتوصيلها بريد الجزائر سيكون في حالة عطب التصليح في بضعة ساعات وليس في بضعة أيام وهذه نظن أن كلنا نتفق أن التصليح والتعديل والإصلاحات لا تكون بين عشية وضوحها ولكن نشوف أن كان خطوات قمنا بها ومازال خطوات أخرى بإذن الله معالي وزيرة فيما يخص بطاقات السحب اليوم كان بطاقات القديمة التي كانت في بريد الجزائر ومازالها حيز الخدمة والمواطنين طمنهم ما زال يستعملوها وكل مواطن مدام ما حصلش على بطاقة الجديدة يسموها بطاقة الذهبية يستعمل البطاقة التي كانت عنده بالنسبة البطاقات الجديدة ليست فقط بطاقة تسحب لكنها بطاقة الدفع كذلك مؤمنة أكثر ونظام التأمين تاح ومن يتبع أحدث المعايير الدولية بريد الجزائر تنتج مليون بطاقة شهريا ولكن كما يمكن أن تتصوروا مليون بطاقة ما تتوزعش في يوم أو في يومين قمنا دائما لما المواطنين يذهبوا للمكاتب البريد ويطلبوا منهم رقم الهاتف حتى لما توصل بطاقة الزبون إلى مكتب البريد يبعثون رسالة قصيرة وقالوا البطاقة يتنقل ويأخذها حتى نسهل توزيع لأن بريد الجزائر لديها أكثر من 19 مليون حساب بريدي جاري لا تستطيع 19 مليون بطاقة لا تستطيع توزيعها خلال أسبوع شيء مستحيل لكن بمليون بطاقة شهريا وبهذه الطريقة العصرية للتوزيع عبر الرسائل القصيرة وكذلك نتمنى أنه خلال ربما ست أشهر أو سبع أشهر كل زبائن بريد الجزائر يكون لديها بطاقة الدفع الجديدة البطاقة الذهبية وفي ذلك الوقت البطاقات القديمة تخرج من حيز الخدمات واللي ما تصلح ربما لأن تشريع ما فيه فقط الحكومة ولكن فيه البرلمان كذلك يكون الدفع التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ فعليا في الجزائر من الناحية القانونية وتكون البطاقات تصلح للسحب للدفع وكذلك الاستعمالها عبر الانترنت بإذن الله ساعد طبال معالي الوزيرة في هذه النقطة بالذات الذهبية وبالنسبة للأرقام التي تطلب من الزبائن في السجل في الانترنت في التسجيل عبر الانترنت يطلب أو يفرض على الزبون رقم موبيلس فقط ماذا عن المتعاملين الآخرين مع العلم أنه ليس كل المواطنين الجزائرين ليس كل الزبائن لديهم رقم موبيلس يعني ينصدم بين قوسين الذي يطلب البطاقة أنه مفروض عليه رقم موبيلس لماذا وأين المتعاملين الآخرين معالي الوزيرة والله شوف أولا باش نستفهم لماذا نطلبوا رقم الهاتف لأن حملية تأمين المبادلات التجارية عبر الانترنت بما أننا رايحين للتجارة الإلكترونية لابد أنها تكون مشددة جدا لما راح تستعمل البطاقة نتاعك عبر الانترنت لما تدخل رقم البطاقة ويطلب منك الرقم السري لا تقدم الرقم السري الذي تستعمله في المتجر في الجهاز الذي يجب أن تشاهده عندما تكون عبر الانترنت يطلب منك أن تدخل رقم البطاقة يمكن أن يكون معروف من طرف أي شخص وفي ذات الوقت عندما تذهب للمرحلة الثانية يبعث لك أسماس في الهاتف مع رقم عنده فترة الحياة تاعه بضعة دقائق فقط دخله حتى تفوت المعاملة المالية التي تطلبتها ولما تقوم بعملية مثلا تشتري شيء ألف دينار أو ألف دينار يبعث لك رسالة قصيرة في الهاتف حتى يقول لك أنه سحب من رصيد المبلغ فلاني حتى يكون متأكد في اللحظة أنه زبون صاحب البطاقة هو الذي قام بالمعاملة هذا من ناحية التأمين لهذا مفروض رقم الهاتف أما لماذا موبيليس فقط فلأنه بريد الجزائر في الواقع بطاقة الذهبية كان من المفروض أنها تدخل حيز الخدمة في شهر أفريل 2017 ولكن فريق العمل كانوا يخدموا ليلة نهار وتمكنوا من إنجاز الشقة الخاص بريد الجزائر في شهر أكتوبر فأسمحنا لهم أن يدخلوا حيز الخدمة في شهر نوفمبر ولكن من الناحية التجارية المعاملات بين بريد الجزائر وموبيليس فيها اتفاقية تجارية بين المتعاملين لأن بريد الجزائر تدخل فيها ولا الوزارة ولا الحكومة بريد الجزائر مؤسسة اقتصادية موبيليس أريد مؤسسات اقتصادية بينتهم معاملات تجارية الاتفاقية التجارية بين بريد الجزائر وموبيليس كما كل الناس سنها بما أنها مؤسسات وطنية دولية عمومية كان الأمر سريع اليوم المفاوضات التجارية ما سيكون سعر تسعير الأسماس ما ستدفع بريد الجزائر الأوليد أو الجيزي سيكون في طور المناقشة والمفاوضات بين المتعاملين بالتأكيد ستدخل حيث الخدمة ربما في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي بعده أنا دائما نتصل بمدير بريد الجزائر ونقول له حاولوا تسرعوا وحتى ولو تدفعوا أكثر ما عليش ولكن لا ننسو أنها مبادلة تجارية لابد أن يكون الحرص على أنها تكون نجاعة الاقتصادية بعدها ونطمنهم بما أنه اليوم ربما أقل من مليون بطاقة وزعت نطلب منهم فقط بعض الصبر المواطنين الذين لديوا رقم جيزي أو أريد لا نقول لنذهب 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 بطاقة عن موبيليس بالتأكيد ممكن يصبر خلال الأسبوع القادمة ممكن هو يحصل على البطاقة بالرقم الخاص مع أي متعامل موسى خيدر مع الوزيرة هناك الحديث مؤخرا عن إطلاق إجراءات جديدة من أجل تقويم أو تحسين عمل سلطة الضبط حبينا نعرف ما هي أهم هذه الإجراءات من أجل أن تكون سلطة الضبط عندها يعني فعالية أكبر في المراقبة لابد أنها تكون عندها إمكانية أنها تكون عندها أرقام دقيقة بالنسبة حول قوة تدفق لقدمها المتعاملين لما نروح مثلا في بعض الأحياء في الجزائر العاصمة لأن نعيش فيها ونشوف أنه اختلاف كبير لما تأخذ الهاتف وتتنقل في بعض المناطق مناطق الظل لم يكن أبدا في بعض المناطق تتكلم ومكالمة تتقطع سلطة الظل لابد أنها تفرض على المتعاملين أنهم يحسنوا نوعية الخدمة أو يعني يديرهم غرامات مالية تعاقبهم لكن بأي صفة ممكن سلطة الظبط تكتب المتعامل موبيليس أو أريد أو جيزة أي واحد تقول له مثلا حي باب الزوار أو حي وفي أي ولاية من جزائر ستكون لديك نقطة ظل وليس لن تغطيها نعطيك أسبوع أو أسبوعين لكي تصلح هذا العطب أو نتفرض عليك غرامة مالية لابد أن يكون لديها سند قانوني أكيد وسائل تجهيزات قياس الشبكة لم يكن قياس التدفق لم يكن لديهم خلال سنة 2016 الوكالة الوطنية للذبذبات العناف ربما قياس التدفق في عدة مناطق وتقدم ملفات ثابتة لسلطة الضبط والتي تستعملها حتى تفرض قراراتها على المتعاملين كان فيه خلال سنة سنة 2016 عدة حالات ربما نترك المجال لسلطة الضبط اللي هي مستقلة أنها تقدم لكم الأرقام عبر حول يعني الخارجات الميدانية اللي قامت بها ولكن بالتأكيد خلال سنة 2017 رح نمشي أكثر في هذا المجال ولكن كذلك من جهة أخرى ما ننسوش أنه مثلا ربما أكثر المشاكل هي في الجيل الثالث وربما الآن كذلك مع الجيل الرابع هي حديثة العهد في الجزائر دائما في كل الدول شوف أنه أول شيء يقوم به المتعامل نقال هو أنه يحط الهوائيات في الأحياء الأكثر كثافة في مرحلة ثانية يقوم بالأحياء الأقل وهكذا يتقدم لأنه استثمارات ما نسوش ما يقدرش في مرحلة واحدة يعني في سنة واحدة يغطي مئة بالمئة كل التراب يعني مدام الوقت يفوت ومدام المتعاملين بالتأكيد مع رقابة سلطة الضبط يتقدموا في تحسين الشبكة الخدمة تتطور وصلت الضبط بالتأكيد تسهر عليها سيدة الوزيرة في السياق ذات توقعاتكم بالنسبة لي وصول التدفق العالي للإنترنت عبر الوطن متى تكون يعني التدفق العالي لتحق حقيقة الرفاه والله سؤال وجهة جدا أختي باريسا ربما منذ سنوات كثيرة نحن نتقدم عن مشروع التدفق العالي والعالي جدا في الجزائر لكن ربما نقول الأشياء كما هي في الواقع حي كلنا أبناء الشعب الجزائري وعايشين نفس الظروف اللي عايش الشعب الجزائري اتصارات الجزائر اليوم عندها عروض تجارية 2 8 ميجا كأقصى تقدير لكن زبون في المنزل عندما يكون عنده 1 ميجا أو ربما تقريبا 1 ميجا يعتبر نفسه محظوظ حتى أنه أحياء كبيرة وحتى أحياء كبيرة في العاصمة يعني لا تتكلم عن داخل الوطن وين الناس سيتعاني مازال ما سيتعاني الناس تتكلم معهم لذلك سنتين من الهاتف الثابت لا يزال لنحق لنعطيكم بعض الأرقام حتى نوضح الصورة أكثر خلال سنة 2014 و2015 اتصارات الجزائر كان عندها مشروع توصيل 4 ملايين زبون جديد قتانة تجهيزات بما هو أكثر من 159 مليون دولار تجهيزات من أجل توصيل 4 ملايين خط جديد من التدفق العالي والعالي جدا لكن بالموازات معها خلال سنتين 2014 و2015 تم توصيل 700 ألف زبون جديد السؤال هو لماذا السبب ربما سهل وصعب في نفس الوقت سهل لأنه مسألة تسيير مسألة طريقة العمل في اتصالات الجزائر ولكن صعب لأنه لازم لا نستطيع نحل حتى مشكل في العالم يحل بين عشية وضوحة لابد أنه يكون ناخذ الوقت الكافي من أجل تشخيص الداء لأنه كما يقال تشخيص الداء نصف الدواء خلال الأشهر الماضية كان فيه في اتصالات الجزائر مع فريق العمل الجديد لنحييهم كثيرا خاصة نحيي مهندسي اتصالات الجزائر لقاموا بتشخيص أعطاء بالشبكة عبر 48 ولاية وقدموا مشروع متكامل ومتجانس شامل اللي رح يبدأ تنفيذه ابتداء من هذا الشهر من أجل توصيل مليون خط جديد بالتدفق العالي جدا حتى 100 ميجا بالتكنولوجيا اللي يسمى FTTH يعني Fiber to Home يعني الألياف البصرية حتى المنزل ومن أجل كذلك عصرنت كل الشبكة يعني كل الخطوط اللي رحي اليوم يعني فيها عدم تجانس بين جزء اللياف البصرية جزء نحاسي جزء مكسر جزء تجهيزات أمسان قديمة جزء تجهيزات أمسان حديثة كل هذا الشيء كل هذا الأعطاء قاموا بتشخيصها واليوم المشروع رح يبدأ كوحدة يعني مجمولة فيها تعامل مع الشركاء التكنولوجيين اللي اليوم نفرض عليهم أنهم يساهموا معنا حتى توصيل الشبكة للمواطن ممكن فقط إذا سمحتي ترحوا المدينة الجديدة سيدة عبدالله اللي قام فخام جاء رئيس الجمهورية بتدشينها كل المناطق السكانات اللي فيها فيها مئة ميجا وكانت بروژيت بيلوت وان شاء الله نشوفوه في كل القطر الجزائري خلال استثمارات الدولة كبيرة جدا 2015 21 مليار دينار استثمرتها اتصالات الجزائر ربما ميش كلها ضائعة بالتأكيد لأن تجهيزات ما زالها هنا لكن خلال سنة 2017 سنبدأ ابتداء من هذا الأسبوع في انطلاق المشروع الجديد هذا يعني مشروع معد فيه محسوبة يوم بيوم عملية بسط الشبكة مليون خط للتدفق العالي والعالي جدا المشروع الرائد يعني التجربة كانت في المدينة الجديدة لسيد عبدالله قاموا بقياس التدفق في المنزل 100 ميجا بايت يعني 100 ميجا أدوميسيل هذه التكنولوجيا ستستعمل في كل القطر الجزائري في السنة الأولى مليون خط وتحديث الخطوط الموجودة سيأخذ وقت لأن الجزائر لا يوجد مليون مؤسسات أخرى حتى نقوم بمليون آخر لكن ستكون هذه الوثيرة خلال سنتين أو ثلاث قادمة نوعد الجزائري أنهم يصلوا للتدفق العالي والعالي جدا كذلك نستغل هذه الفرصة لتنبشر المؤسسات المصغرات على نساج وهي مئات المؤسسات القافلة في سنة 2015 جابت كل القطر الجزائري والشباب الجزائري جاوبوا معنا وكلهم مهندسين وتقنيين لكن هذه المهندسين متخرجين من الجامعة بتخرج نظري التكنولوجيا في هذا المجال تتطور كل أسبوع وليس كل سنة لكي يكون بإمكانهم أنهم نعطوهم مشاريع في المناولة يجب أن الشركة التكنولوجية لاتصالة الجزائر يكون معهم في الميدان وليس يحصل على أموال حتى نضمن التدفق في المنزل عند الزبون اليوم اتصالة الجزائر هذه هو خطة طريقها في 2017 وهذه الشركات نقول لهم بالي خلال سنة 2017 كاين 18 مليار دينار مشاريع فقط لهذه الشركات خلال الأسبوع اتصالة الجزائر تتقرب من مديرية لانساج حتى يقوموا بالاتصال من بعد خلال شهر جنفي بكل هذه المؤسسات الجديدة لخلقتها لانساج بأموال الدولة لتدعيم الشباب حتى ندخلوها في المشروع وتكون هي وفقط هي المناولة يعني كلها مؤسسة وطنية كاي المؤسسة موجودة كنت وعدتي في هذا السيقس الوزيرة باستحداث أول مجمع للمؤسسة المصغرة الناشطة في هذا المجال بالفعل هذه المؤسسات المصغرة تحدثت معهم والله نتكلم معهم مباشرة كلموني وكلموني وتحدثنا وقمنا باجتماعات عمل وعدتهم أنهم يريخذوا مشاريع من اتصالات الجزائر الزبون يستفيد لأنه تصل للتدفق العالي اتصالات الجزائر تستفيد لأن سعة التدفق التي تشريها بالعملة الصعبة من الخارج لا يستطيع الوصل للزبون اليوم وكذلك هذا الشرك المؤسسات الصغيرة تستفيد لأن يكون عندها برنامج عمل ويكون عندها إنشار في 2017 لكن عندما يذهبوا الاتصالات الجزائر يجبون أنه لا لديهم الإمكانيات التكنولوجية من أجل التوصيل كل شاب خلق مؤسسة ويحصل على أموال من النساج أو حتى أموال الخاصة ويأتي اليوم الاتصالات الجزائر من أجل المناولة سيحصل على جزء من هذا المشروع ويشارك معنا في المجهود الجبار هذا من أجل تحديث الشبكة وتوسيعها نظن أنه سنة 2017 ستكون سنة الميدان ولكل يمكن أن يرى اليوم الوش قمنا في مدينة سيدي عبدالله ونضمن لكم بالتأكيد نبدأ بأكبر الولايات ولكن كل ولايات الجنوب الجزائري ولايات الهضاب العليا كلها سيصل لها التدفق العالي والعالي جدا ابتداء من سنة 2017 بإذن الله سعد طبال معالي الوزيرة هذا الأرقام التي قدمتها أهم جدا يقابلها نوعا ما يعني بين قوسين نوع من التناقض في الوكالات التجارية مثلا في اتصالات الجزائر الزبون لما يذهب يجد يعني للتسجيل أو الحصول على خط سواء اضياسال أو قاتجي التيو ينتظر كثيرا وكثيرا يعني متى ننتهي من هذه وإن كان اتصالات الجزائر مؤسسة تجارية هي المستفيدة الأول والأخير من هذا التسجيل عندها متى ننتهي من هذه الطوابير الكبيرة والكبيرة جدا لتسجيل عند اتصالات الجزائر والحصول على خط انترنت سواء اضياسال أو جيل تيو والله بالفعل أخي الكريم كما قلت لكم منذ قليل في السنتين 2014-2015 خطة عمل اتصالات الجزائر التي كانت رسمية وصادقة لها مجلس الإدارة وكلها كانت تتكلم على 4 ملايين خط بالفعل الاستثمار كان موجود اتصالات الجزائر صرفت 159 مليون دولار من أجل اقتناء هذه التجهيزات بالعملة الصحبة تجهيزات الأمثان ولكن في الميدان وصلوا ما لا يزيد عن 700 ألف زبون ولهذا الملايين الزبائن لا يستنون وحتى التوصيل رغم أن تجهيزات الأمثان التي تشاروها تسمح بالمئة ميجا إلا أن الزبون تصل إلى 20 ميجا وربما في بعض الأحيان حتى منقطاعات متكررة لأن لا يوجد تحكم في التكنولوجيا الجزائر اليوم لا بد تتحكم في التكنولوجيا كانت فيه وربما كلكم تابعتم معنا تغييرات كبيرة في الطاقم المسير سواء اتصارات الجزائر أو القطاع بشكل عام لأن لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ما نقدروش نغير طريقة التسيير إذا ما غير نغير المسير سيدة الوزيرة في هذا الاتجاه نبقى معك حتى لا تذهب الفكرة بعض وسائل الإعلام ثارت عليك السيدة الوزيرة وقالت أن الوزيرة تباشر سلسلة من التغييرات المتواصلة هل مرد ذلك أنك تحرصين على طريقة التعامل أو الخدمة العمومية تكون جيدة مرد هذه التغييرات في اتصالات الجزائر لكي الإنسان يكون صريح كان شباب جزائري كان مهندسين جزائريين مستواهم عالي جدا لكن للأسف البيروقراطية والتسيير الإداري الذي كان طغي على اتصالات الجزائر لا يجعل إمكانياتهم تتفجر وفي الميدان ترى تكلمت مع بعض المهندسين في اتصالات الجزائر يستعمل كما تفضل في الوكالات سواء من ناحية التجارية أو التقنية يقولون لي معادي الوزيرة نحن نقدر نصلح للشبكة نقدر نقوم ولكن لما نكتب على السلم الإداري تبقى شهور وشهور لكي يرجع لأن الرد لا يرجع الآن التغيير في طريقة التسيير يطلب مني أن نغير في الطاقم المسير الطاقم الجديد اليوم قام بتشخيص النقائص الموجودة في تسيير اتصالات الجزائر واقترح هذا المشروع الجديد وحتى اقترح كذلك طريقة التسيير جديدة يعني أنورغاني جرام جديد وأن يكون العلاقة بين القمة والقاعدة تكون سليسة لم يكن العلاقين للإدارية ومدير فوق ومدير فوق ومدير وكل يبقى في المراسلات الإدارية يكون العمل في الميدان مباشرة يكون استغرال كل الطاقات باتصارات الجزائر فيها 22 ألف عامل لكن للأسف اللي رأهم فعلا فعالين في الميدان ربما 2003 ألاف الأخرين حاشة لله ما نقول أنهم يعملوش ما أعطوهم الفرصة حتى يعملوا وبهذا المجال نحيي الشريك الاجتماعي اللي هما مشوا معنا في إنجاز هذا المشروع من الأول حتى الأخير تابعوه معنا خطوة خطوة واليوم كلهم يستنوا في بداية في انطلاق هذا المشروع وأنا نحييهم ونقولهم أنه ابتداء من هذا الشهر راح كما يقول عدنا بالدريجة يحلوا درهمهم يعني كل عمال باتصالات الجزائر راح يكونوا في الميدان يحسوا بأنهم التكوين اللي حصلوا عليه في الجامعات والراتب الشهائل اللي تعطيهم من اتصالات الجزائر راح يكون فعال ويرفعوا رأسهم قدام المواطن الجزائري وقدموا له أحسن خدمة بالفعل قلت أختي بارزة أنه بعض وسائل الإعلام يعني ثالت وقالت ومن حقها لأنه اتصالات الجزائر ملك الشعب الجزائري ومفروض أنه كل دينار يصرف في اتصالات الجزائر يكون في صالح الشعب الجزائري لكن يقول لهم شوفوا اليوم الشباب اللي راح يقود في اتصالات الجزائر ورح تشوفوا ما راح ينزجوا هذا الشباب ونقولهم طلبتوا مني من يوم أن جيت في القفين وخمستاش قلتوا لي المواطن الجزائري راح يعاني قلتوا لي لابد التغيير لما نجو بالتغيير لابد تمشيهم معنا ما تمشي رسلتنا نعم يعني نبقى في السياق سيدة الوزيرة يعني يعني هذا الحديث يقودنا أنه لا يكفي فقط أن نكتفي بالاستيراد في تكنولوجيا الاتصال بل يجب امتلاك يعني التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالجزائر يعني تتوقعين أنه مع هذا التوظيف الكبير لمهندسين يعني كفاء راح يكون نوصلوا إلى هذا شوف في المشروع هذا تدفق العالي جدا في 2017 الشركاء التكنولوجيين يعني الموردين تعتصالات الجزائر يلتزموا كتابيا بأنهم يكونوا أكثر من 1500 إطار سواء من اتصالات الجزائر أو من المؤسسات أنهم يوقفوا في الميدان حتى توصيل الشبكة إلى الزبون وخلال هذه المدة لما يكون المنتج يعني الذي أنتج التجهيز يوقف معه الشاب الجزائري المهندس سواء أنا لا أفرق بين المؤسسات في اتصالات الجزائر أو في المؤسسات المناولة سواء عمومية أو خاصة لما يوقفوا معه لما يكون يشرحوا لكيفية استعمال التجهيز لما يتمكن من التكنولوجيا سنخلق جيل جديد من الشباب متمكن من هذه التكنولوجيات وفي السنوات القادمة لا نحتاج لهذا المساندة لأننا سنتحكم في التكنولوجيا هذا يمشي في نفس الوقت مع المجهودات التي تقوم في الجامعات الجزائرية في المعاهد سواء معاهد القطاع هنا في العاصمة أو هنا لدينا قطاعين ثلاث معاهد كذلك لاتصالات الجزائر التي تكون إطالات اتصالات الجزائر والجامعات سيكون عندها النظري والتطبيقي في نفس الوقت والجزائر لابد أنها تلتح أقبر ركتها القرن الـ 21 وستساكب ليس فقط بشراء التكنولوجيا ولكن يتمكن من التكنولوجيا لأن عندما نشتري ربما البترول حتى لو كان سعره يذهب لـ 200 مرة السعر الحالي ونبقى نشري ونشري في التجهيزات يعود سعر البترول ينقص من القاور ونحن التجهيزات التكنولوجية تمشي وننقدر نمشي معها شراء التكنولوجيا لا ينفع الجزائر لكن التمكن منها والتحكم فيها هو الذي نحب للشعب الجزائري سعيد طوبان معلل الوزيرة هذا يقودنا للحديث عن المحتوى الذي توفره المؤسسات الاقتصادية بالجزائر المحتوى ضئيل جدا دراسة مؤخرة يعني تخرج في جامعة باب الزوار يعني رقمت بمئة وثمانية تطبيق ستين بالمئة منها يموت بعد عام لأنه مش معروف لا يستعمل كذا يعني مضطرين بطريقة أو بأخرى استعمال تطبيقات دول جرال على سبيل المثال تطبيقات الجي بي اس يعني ولا تطبيق جي بي اس عندنا هنا بمحتوى محلي أو مثال آخر معالي الوزيرة في هذا السياق بريد الجزائر اتصالات الجزائر ما عندهاش تطبيق يعني على الشبكة ايو اس أو الاندرويد يعني كيف يمكن تشجيع هذه المؤسسات صغيرة والمتوسطة لتقديم هذا المحتوى الذي هو مدر مياه بالمياه على كل الشركات بالفعل شوف في الواقع لما ربما كنت تابعت لما جال أمين العام للاتحاد دولي الاتصالات السلكية والسلكية مشيت معاه وزرنا وكالة تطرقية الحضائر التكنولوجية في سيدي عبدالله والتقع بمجموعة من الشباب الذين ينشطوا تماما من أجل تطوير المحتوى وتكلم معهم وقالهم وشاف عندهم النفس الشيء اللي شافوا في دول أخرى متطورة يعني الشباب الجزائري والحمد لله عندوا القدرة على خلق المحتوى عندوا القدرة على الابتكار لكن المشكلة وين هي لما نروح لدول أخرى لما يجي شاب يخلق يعني مؤسسة مصغرة ويبتكر تطبيق لابد أن يسوقوا في الجزائر مكاش تسويق كانوا نوعين من العلاقين الأولى هي الدفع الإلكتروني اليوم والحمد لله موجود إذا كان كان يخلق تطبيق يمكن أن المواطن يستعملوا عبر بطاقته وعبر رقم البطاقة عبر لدينا 45 مليون حساب هاتف النقال سيكون أموال كثيرة ترجع لهذه الشركات لتطور التطبيقات العرقة الثانية أنه لما تشوف نرجع النقطة ربما تكلم عنها في بداية الحديث عن فتح الحلقة المحلية في بعض الدول كانوا يسألوني كيف أشفر الجزائر الإنترنت غالي في بعض الدول قريب مجاني لأن الشركة اليوم مثلا في التصالات الجزائر هي المتعامل التاريخي كل الدول لديها المتعامل التاريخي يصرف الملايير لكي يبسط الشبكة يشري الألياف البصرية يشري لأمصان يخلص العمال الصيانة كيف يبيع الإنترنت بسعر أقل وهو يستثمر أكثر في الدول الأخرى الحل كان بسيط الحلقة الأخيرة يعطوها للمناولة يشري التدفق على اتصالات الجزائر تغطي تكلفة التدفق ولهذا المواطن لا يشعر التدفق سعره ينقص لأنه يشتري المحتوى يشتري المحتوى الفيديو يشتري المعاملات البنكية يشتري كل التطبيقات التي تحدث عليها الـ GPS ربما اليوم ندخل في عصر الـ UT الانترنت الـ Zubjai الأشياء الموصلة أشياء الذكية لا نحن فقط في الهاتف الذكي ولا حتى ممكن اليوم يراقب المنزل عن بعد يراقب حتى جهاز الثلاجة عن بعد التكييف كذلك نتكلم على الصناعة على الفلاحة نشوف المزارع التي يتحكم فيها عن بعد من أجل قياس درجة الحرارة من أجل قياس نسبة المياه هل ترى هي نظيفة أو لا عن بعد والتحكم فيها عبر الانترنت كل هذه التطبيقات والله ممكن تروح لحظنة سيدية عبدالله وحظينات أخرى كانت وهران المدرسة العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وهران ولكن كذلك هناك حظينات عند خواص هناك في ولاية سطيف كذلك حظنة عندما ترى الشباب ينجوا تطبيقات ممكن أنها تسوق حتى في دول أوروبية أو أمريكية ولكن في الجزائر مشكلة التسويق اليوم نظن أنه نحاول من الناحية التشريعية أننا نوضع الميكانيزمات لتسمح لهم أنهم يدخلوا للسوق ومن الناحية كذلك التقنية نحاول أننا نقدم التدفق السريع الدفع الإلكتروني عصرنة البريد كذلك لا ننساوش عصرنة الإدارة ونحيي كل المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة العدل من أجل عصرنة الإدارة لأنه لما يكون المواطني يستعمل يعني الوثائق عبر الإنترنت يكون عنده قابلية أكثر لأنه يستعمل التطبيقات عبر الإنترنت نظن أنه مع كل هذا الشيء اليوم رأنا على بوابة خلق المحتوى الوطني ونظن أنه الشباب الجزائري سوف نفتح له كل الإمكانيات حتى يشارك معنا في خلق ما سميناه منذ سنوات كبيرة في الجزائر الرقمية يعني والجيري واللي ما زال ما شفناه على أرض الواقع ولكن نتمنى أن نشوفوه خلال سنة 2017 وعلى أرض الواقع سيدة الوزيرة نتمنى أن نعرف حقيقة الترتيب الجزائر في تصديف العالمي يعني الأمين العام للتحدي الاتصال لجارة الجزائر مؤخرا يعني وصف الجزائر ببلد ديناميكي يعني نتشتت الآن في المواقف هل نحن في مرتبة مشرفة أم متأخرين ماذا تقولين والله جزائر كانت في مرتبة المرتبة مئة وثنانش التي لا نقبلها الجزائر في 2016 طلعت المرتبة مئة وثلاثة عفوا يعني انتقلت بتسع مراتب هذا لا يعني أنه هذا شيء جميل جدا لكن لا يعني أنه مئة وثلاثة مرتبة التي تستهلها الجزائر الجزائر تستهل المراتب الأولى بالنظر للجزائر الشابة لإمكانية الشباب الجزائري للملايير التي تصرفها الجزائر بالنظر لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية التي دائما يوصي وحتى في مجلس الوزراء الاخير وكذلك منذ أن توليت المنصب ومن قبل يوصي من أجل توصيل الجزائريين بالتكنولوجي الجزائر مع كل هذا لا نستطيع أن نقبل المرتبة إلى 200 إلى 111 أو إلى 103 في الجزائر لكن تسع مراتب خلال سنة سمح الجزائر أنها تكون الدولة الثالثة ديناميكيا يعني كل الدول تتمنى أنها تتقدم في التصنيف الدولي بعضها تتقدم بمرتبة أو مرتبتين بعضها تتأخر بمرتبة لأن لا تستطيع كلها تتقدم إذا كان يتقدم لها أو أحد آخر يتأخر بالنسبة للدول التي تقدمت الجزائر هي التي حق تسع مراتب كان دولتين أخرتين واحدة عندها عشرة واحدة عندها 11 مرتبة الدول الأخرى ربما كانت تقدمت بخمسة أو ست مراتب لهذا كان تصنيف الجزائر الثالثة عالميا والأولى عربية دولة عربية أخرى حق تسع مراتب نفتخر بهذا التقديم ونعتز به كثير لأنه شيء جميل أننا نشوف الجزء المملوء من الكأس ونقول الحمد لله المجهودات التي يقوموا بها كل شباب القطاع ستعطي نتيجة لكن نشوف كذلك الجانب السلبي نشوف الجانب الفارغ من الكأس ما زلنا في المرتبة 103 ما زلنا متأخرين كثير لكن هذا لا يعني أنه يكون فيه إحباط وأننا نقول الجزائر تأخرته مستحيل لا أبدا المستحيل ليس جزائريا الشعب الجزائري قام بالمعجزات والتكنولوجيا لا هي معجزة الشعب الجزائري هو المعجزة ومتأكدة أنه مع كل هذه المجهودات التي يبذلون فيها في القطاع التي نقوم بها لابد أنه في سنة 2017 2018 ربما ما نوصلوش إلى 2020 حتى تكون كل هذه الإشكالية تعلج جزائر متأخرى وكانت تكون من الماضي ونفوتوا المشاكل الاقتصادية أخرى ربما يجي بها المستقبل قليلا عن قطاع البريد والاتصالات نتكلم ربما 2016 كانت شهدت تسريبات امتحانات شهادة البكالوريا وخروجها على مواقع التواصل الاجتماعي كان فيه في الدورة الثانية ربما انقطاع في الانترنت تسبب في احتجاج من طرف أصحاب مقاهي الانترنت والعديد من المؤسسات والمتعاملين الخواص هل فيه تنسيق بينكم بين وزارة الاتصال والبريد ووزارة التربية لعدم تكرار ما حدث وحتى ربما تكون تأمين لهذه المواقع لهذه الشبكات المعلوماتية الخاصة بمؤسسات وطنية على غرار دول وطن الامتحانات والمسابقات أولا بالنسبة العملية التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي نظن أنه لابد أنه نركز على أنه المشكلة ما هي الجزائرية مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في العالم كله وللأسف للأسف الغش موجود في العالم كله ربما كنا نتمنى بما أننا شعب عنده مبادئ عنده قيم عنده دين نقول أنه من غشنا فليس منا ونتمنى وكنا نتمنى أنه ما نوصلوش لهذا الشيء ولكن هذا واقع في العالم بأسره دول أخرى عاشت نفس المشاكل أو ربما أكثر في الدورة الثانية كانت يعني القرار الذي كان صعب كثير أن نتخذه هو ليس قطع الأنترنت ولكن تشويش نوعا ما في بداية كل امتحان لساعة أو ساعة ونصف في بداية كل امتحان على شبكات التواصل الاجتماعي كان يعني سببه الوحيد هو أبنائنا أكثر من 800 ألف شاب وشابة جزائريين لا نستطيع أن نرهن مستقبلهم ويعتمد كثير على سهل البكالوريا ببضع الساعات تذبذب في المواقع التواصل الاجتماعي لكن تفضلت أختي الكريمة وقلت أنه كان بعض المؤسسات والله هذه ما وش واقع لأنه الذي عنده معرفة بالشبكة يعرف أنه كان خطوط الزبائن وكان ما للمؤسسات الاقتصادية مؤسسة اقتصادية أو البريد أو البنوك أو الشركات التي تستعمل الانترنت من أجل عملها الاقتصادي عندها روابط خاصة التي يعرف ربما القطاع يسموها لليزان الاس لليزان سبيسياليزي هذه ما تم فيها لا انقطاع ولا تشويش يعني كل من تكلم وقالب لهذه التذبذوبات أثرت على الاقتصاد الوطني ماهو إلا حديث لكن مرة أخرى قدمت اعتذارات للشعب الجزائري مرة أخرى تأسفلوا على بضع الساعات التي ربما تقلقوا الشباب وهذا شيء جميل أن نشوف الجزائريين دائما عبر الهواتف الذكية هذا رمز لأن الشعب الجزائري الذي كنا منذ بضعة سنوات يقال الجيل الثالث لا لديه حتى مستقبل في الجزائر لأن الجزائريين لا يحبوش الانترنت اليوم شيء جميل أن نشوف أنه مكاش منها كل الجزائري المواصلين قنا وقت كثير سؤال أخير فقط يعني نذكر مواقع التواصل والتأمين يعني نلاحظ أنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في محاولات له هز استقرار الجزائري يعني كيف يمكن وفي المقابل أنه فيه كان تهبع من الجزائري العنف واختراقات غير قانوية والله شوفي أختي باريزا الأمور واضحة حرية التعبير في الجزائر يضمنها الدستور ويضمنها فخامة رئيس الجمهورية ما كان حتى عرق للحرية التعبير ولكن في نفس الوقت ما ننسوش أنه الجريمة السيبرانية موجودة في العالم بأسره والجزائر الحمد لله اليوم عندها منظومة قانونية قوية جدا ونحيي كل الإصلاحات التي قام بها قطاع العدالة مشكورا إصلاحات كبيرة جدا 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 والتي تضمن أنه كل جريمة عبر الانترنت يعاقب عليها بشدة وبإسم القانون كل المحتوى الذي فيه العنف الذي فيه الإرهاب الذي فيه الدعوة للتكسير كل هذا يعاقب عليها القانون ونحيي كذلك مصالح الأمن سواء الشرطة أو كل مصالح الأمن التي تكنولوجيا متطورة جدا وتستطيع الوصول لأي شخص يقوم بوضع محتوى فيه قذف فيه تجريح فيه جريمة فيه إرهاب فيه دعوة للتكسير عبر الانترنت يصلوا له وكان أعمال كبيرة جدا فقط أنه مصالح الأمن لم تصرح عليها لأنها ملتزمة بسر المهن ترجمة نانسي قنقر